على أكثر من محور تتحرك وحدات الجيش الوطني لتحرير الجنوب ومركزه مدينة سبها ففي وادي الشاطي شمالي غرب المدينة عند إحدى بلداته القرضة كانت العملية النوعية التي أسفرت عن مقتل الإرهابي أبو طلحة وعند تخوم سبها كان دخول قاعدة من هند مع أخبار عن سيطرة قوة الجيش على أحد المقار التابع لقوة اللواء علي كنة في حي المهدية داخل المدينة مع كل تقدم للجيش تواكب عملياته أنشطة أمنية فالغرفة الأمنية المشتركة سبها تعلن عزمها القبض على المجرمين والمطلوبين في قضايا سابقة من قبل الجهات المكلفة بذلك وتؤكد التزامها بكل الإجراءات الضبطية ما سهل منها وما صعب من مظاهر ساهمت في انتشار الفوضى من اختطاف وابتزاز وسطو مسلح وبالعودة إلى مسرح العمليات العسكرية مصادر تؤكد أن قوة أحرار فزان وهي قوة مساندة للجيش الوطني تتمركز في فندق القلعة في وسط المدينة وتعلن انضمامها الكاملة للجيش قوات الجيش حسب المصادر ما زالت تتمركز في قاعدة تمنهند ولم ترد أي معلومات مؤكدة عن استلام أي مقر داخل سبها ومحيطها التي تعج بالمقار التابع للجيش كمعسكر الحراري الكائن في طريق طرابلس وتتمركز فيه قوات محلية وأيضا المقر المعروف بمعسكر الدعوكي على طريق سبها أباري وأيضا بوابة الكيلو 17 سيطرة الجيش على مقاره داخل المدينة باستردادها وانضمام منتسبها للمساندة سيرجح كفة العمليات نحو بسط الأمن ودحر العصابات المسلحة اشتركوا في القناة